موسيقى قرآن الكريم حينما يقص هذه القصص إنما هي للإعتبار لأنه مرة نحن نقص قصة لكي نلهي أنفسنا هذا من الله يكون إذا هموه حرام لا فائدة فيه مثل كثير من الأفلام أو المسلسلات أو الكتب القصصية التي لا تسمن ولا تغني من جوع إذا فيها الحرام فويله وإذا لم يكن فيها الحرام فهي مجرد له وملء الفراغ ثم ماذا؟ لا شيء مع أنه كثير من الأحيان تكون مضرة لأن الجهات التي تقف وراء نشر هذه القصص أو الأفلام أو المسلسلات كثير من الأحيان لها أغراض ثقافية خاصة فيقصفون ذهن المشاهد والقارئ بتلك الأفكار بحيث أن الإنسان يتطبع عليها ويحبها وخاصة إذا كان الذي يقوم بتلك الأفكار أو الثقافات شخصية محببة بطل الفيلم بعض الأحيان يكون شخصية محببة فيحاول المشاهد وخاصة الصغار تقليده وهذه من مصاديق الغزو الثقافي لأن هذه المنتجات الثقافية تنتج ووراءها جهات هذه الجهات تريد نشر فكرها وثقافتها الإسلام جعل قدوة حسنة وأسوى حسنة حتى الإنسان عندما يرى هذه القدوة يقتدي بها ويتأسى بها حزو الشيطان أيضا كذلك يحاولون جعل قدوات وأسوات ولهم من أدواتهم وخاصة في هذا العاصر قرأت قبل فترة تقريرا حول إحدى القنوات الفضائية التي يمتلكها جهات في السعودية تبث من لندن هناك إحصائية كانت هذه الإحصائية بعد متابعة هذه القناة ولها قنوات يعني مو قناة واحدة لمدة أسبوع خلال هذه الفترة آلاف المرات بث فيها شرب الخمر وبث فيها العلاقات غير المشروعة وبث فيها كذا وكذا وكذا تقرير مفصل فالإنسان عندما يشاهد هذه المناظر حتى إذا هي قبيحة الشيء القبيح إذا الإنسان تعود عليه يزول قبحة والشيء الفضيع إذا الإنسان أكثر مشاهدته تزول فضاعته الوالد رحمة الله تعالى عليه كان ينقل هذا بين قوسين أنه حينما أرادوا أن ينشروا السفور في بغداد قبل مئة عام ينقل عن أحد العلماء من النجف اللي ينقل عن أحد العلماء في الكاظمية المشرفة يقول السفارة البريطانية استأجرت مجموعة من النساء البريطانيات جاءوا إلى بغداد ذول المجموعة شغلتهم من الصبوح إلى الليل يمشون في الشوارع وأزقة بغداد حتى قبح السفور يزول وبالتدريج بعض قليل الدين والإيمان أيضا انضموا إليهم خلال سنتين انتشر السفور وهكذا كثير من المحرمات وحتى كثير من القبائح فالإسلام جعل قدوة وأسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر القرآن الكريم يذكر القصص لماذا؟ ليس لملء الفراغ وإنما لكي نتعلم ونتثقف بالثقافة التي الله سبحانه وتعالى يريدها لنا لذلك نحن يجب أن نكون منتبهين وخاصة بالنسبة إلى أبنائنا الصغار يتعلمون ماذا؟ هل نستحبهم إلى المجالس؟ هذا الطفل يمكن يجي في المجلس أكو بعض المجالس يمنعون استحاب الأطفال وهذا خطأ ليش؟ لأن شخصية الطفل تتكون في هذه المجالس ولذلك يمكن الآن لا يفهم 90% 95% من كلام الخطيب لكن بالتدريج هذه الأمور تتركز في ذهنه حتى لو ما يفهمها لكن المخ يتلقى المطالب في اللاشعور ولذلك احنا عدنا مثلا في الأحاديث الشريفة الطفل حينما يولد يستحب بمجرد ولادته أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام الإقامة في الأذن اليسرى ليش؟ هو صحيح ما يفهم هذا الكلام لكن أول كلام سمعه في الدنيا هذا يسجل في مخه في قلبه ولا يزول إلى نهاية حياته ويؤثر في سيرةه وفي سلوكه وهكذا إذا استحب الطفل إلى المجلس بعدين يتعلم ويتثقف بثقافة الإسلام وثقافة أهل البيت أما إذا الإنسان خل طفله أمام التلفزيون وخاصة الآن أكو بعض القنوات التي تبث أفلام الكارتون 24 ساعة وبعض الأحيان الآباء والأمهات ينزعجون من لعب الأطفال وتخريبهم وكذا يعني لقى التلفزيون يقول خلي شوف هذا التلفزيون زين هذه الأفلام الكارتون التي تبث والطفل يراها شنو هذه الأفلام تعلمون أن هناك شركات كبرى تقف وراء هذه الأفلام ويملؤونها بمفردات الثقافة اللي هم عندهم أنا ذكرت هذا الكلام لأنه كنت قاري في إحدى التقارير إلى أحد الإخوة قال لا أنا شفت مثلا الكارتون الفلاني ما بيشي قالت له زين البنت اللي في هذا الكارتون تطلع محجبة له سافرة قال سافرة قالت زين هذه الطفلة الصغيرة هي شوية شوية تشوف هذه وبطلة الفيلم وتحبها وتحاول أن تقلدها حسا إذا جو المجتمع ضاغط لا يسمح لها لكن مو كل مكان جو المجتمع ضاغط ومو معلوم أنه دائما يبقى جو المجتمع ضاغط يمكن تحولات سياسية اجتماعية تصير هذا الضغط يرتفع كما حدث في كثير من الدول فلذلك الإنسان لازم يحاول أن يكون الشيء اللي يتلقاه وأبناءه وعائلته والآية الشريفة تقول قو يعني احفظوا أنفسكم وأهليكم نارا القرآن الكريم جعل لنا القدوات وجعل لنا الأسوات في كل شيء يعني أنت إذا مبلغ يوم ذكرت كلام ما أثر يوم الثاني ذكرت كلام ما أثر يوم الثالث ذكرت كلام ما أثر تتعب تقول ما بي فائدة نتركه الله سبحانه وتعالى جعل لك أسوة وقدوة وهو نوح على نبينا والي وعليه الصلاة والسلام ألف سنة إلا خمسين عاماً يعني تسعمية وخمسين سنة يبلغ وما آمن معه إلا قليل في بعض التفاصيل ثمانين نفر يعني كل عشر سنوات نفر واحد يهتدي ونبي من أنبياء الله حتى هذا يكون لك قدوة تسعمية وخمسين سنة يبلغ وما آمن معه إلا قليل وما مل وتعب من التبليغ إذا واحد شاب وقع في ظروف حرجة الله سبحانه وتعالى جعل مثال يقتدي به يوسف على نبينا وآله الصلاة والسلام مثال للعاطفة الأبوية يعقوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يعقوب نبي من أنبياء الله والأنبياء هم سادة الحكماء وكذلك الله سبحانه وتعالى يذكر مختلف قضايا الأنبياء لكي تكون لنا عبرة ولكي نقتدي بهم وأيضاً الله سبحانه وتعالى يذكر أحوال الأقوام الذين بعصيانهم ومخالفتهم ذاقوا وبال أمرهم لكي يكون عبرة لنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر